كيفون المغاربات المسيحين كي عبد الله؟ ناقون بإيجاد ذات إرهاب أو يخطوا نقلاب أو ي recomandوا شي .. أو يجمعون الذاتي لهمكل المشروع وفي هذا من قبل السلام أعرف نعمال نس BURON المغاربات المسيحين كayبد الله السلام عليكم أخواتكم السلام سلام، سلام، بخير، كديري مرحبا بسي راشيد نعم، الحمد لله الحمد لله ديروني بحلّة أول مرة غادي نحضر معاكم شي اجتماع ديالكم ديروا أخوكم بحلّة زرق ما كي عرفوا قالوا أنا جيت معاكم شرحوا لي كيفاش مغاربة المسيحين كي عبد الله في الأول كنجتمعوا في أي بلاسة في الدار ديال شي واحد مننا بيروا، مكتب في الخلاق أي بلاسة ولكن مهم ما شيء البلاسة المهم هو الروح والكنيسة أو إكليسيا هي كلمة يونانية كتعني مجموعة ولكن مع البعد داك يستعملوها في البناية ولكن الحقيقة هي مجموعة ديال المؤمنين واحنا دابا مجموعة ديال المؤمنين مغاربة مسيحيين تبارك الله قاسين فصالهم المغريبي إذن هذي كنيسة أول حاجة كنديره أول حاجة سنبدو بها هي الصلاة لأننا المسيحيين أي حاجة بغينا نقوم بها أو أي حاجة بغينا نبدوها سنبدوها بإسم الله السلام ومن اللي كتصليوا؟ كتصليوا بلا وضوء بلا تحاجة بسبابتكم بسنادلكم عادي شوف أخي يا رشيد الصلاة في المسيحية هي الدعاء كان ندعيه مع ريوسنا ومع الناس آخرين بدون فرزيات الوضوء ما كانش في المسيحية حقاش المسيحية كتركز على الداخل ديال الإنسان على الروح والنقاء هو النقاء ديال الروح أما على براه فبراه كل واحد يقدر يدوش ولا يمشي للحمام هذا شيء سهل اللي صعيب هو أن الواحد ينقي الداخل دياله عندك الحق هادرا معقولة سراحة ولكن لا بغيت أن نشوف بعيني نشوف واحد نموذج ديال الصلاة باش الناس يعرفوا كيف هاد الصلاة كدار شي واحد فيكم يتطوع يصلي لنا ممكن ممكن أنا نصلي دعونا نحن وريوسنا في صلاة ونصدعينينا نساوي العالم اللي دا يربينا ونحاولو نرقزه مع الله شكرا لك يا ابونا على هاد النهار شكرا يا الله لأنك يا رب كاين معانا وحاضر فست منا يا رب كنصلي لأجل البلاد ديال يا رب بلاد المغرب يا رب كنصلي لأجل المالك لبلاد ديالنا إلىنا حبيب أنك تباركو يا رب وأنك تقودو بالروح القدس ديالك يا رب في كل الأعمال اللي كيديرها يا سيدنا كنصلي يا رب بالأجل أنك تحافظ عليه وتحافظ على بلادنا وتتفيد فيها من الخير يا رب والرزاق إلهنا القدس والباركة في اسم الرب يسوع المسيح آمين 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 واح صلاح لوق صراحة ضعاء مندكش إيواء أنتو ما صليتو كيف هي الخطوة التي تأتي من بعد؟ من بعد صلاحة ترنمو نعم ترنمو نرنمو كيف نرنمو كيف نرنمو تاني؟ أنا أعرف بعدكم أنا لم أكن أعرفش ديروني بحلاء اللي أدخلت عليكم قلتوا ليني نرنمو ترنمو ترنين هي أنشيد روحية بيها تنهلو تنسبحو تنعبدو الله آه الغناء قولي كان غني وبلا فلسافة وصافي لا ما شي الغناء نحنا لما كان قوله الغناء الناس كتفهم الشطيح والرديح والهيلالة الحامونية ما كتفهمش المعناه الروحي حيث حنا دبافجيين قالسين في جو روحي فالشي اللي كان عملوه كله مرتبط بالروح فباش نعملوا الفرق كنقوله كنرنمو وعندك الحق بصراحة لقلت شي شي واحد مغريبي راحنا المغاربة المسيحيين كنجامعو باش نغني وغدي يقول هادوك يجيبو قعدا ويبدو شطيح الرديح ورام عندك والبوت وزيد دردك عود دردك و لا سي راشيد ما عندنا شعود دردك زيد دردك طرانيم ديهونا هو ما طرانيم روحية طرانيم كتحمل معنى الفرح أحيانا كتحمل معناه الحزن وأحيانا كتيرا يكون معناه التوبة وطلب الغفران هذا يتراني صحيح ولكن بحال ذلك الشي اللي كتديروا بعض الجامعات كتديروا ذلك الأناشي الدينية تقريبا بحال الأمداح صح صح والأول وإنتا وماق لابغيتوا أعطي ديروا لايك ونعطيكم تكعب الغزع إلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى